هذا المشاهدين الكرام للحدثي أكثر حول تسجيلات الجماعية الأولية وجديد السنة الجماعية يحضر معي في الأستوديو السيد علي شكر المدير العام للتعليم وتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء الخير سيدي شكرا لقبولك الدعوة مساء الخير وشكرا على استيضافة إذن في البداية سيد شكر نتحدث عن السنة الجماعية والتسجيلات الجماعية الأولية التي ستنطلق بداية من الثالث والعشرين جوليا الحليف البداية ما هو جديد السنة الجماعية شكرا لك سيدتي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كل سنة تعد منشورا وزاريا يتعلق بالتسجيل الأولي والتوجيه لحامل شهادة البكاروريا هذه السنة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كان اليوم في الصباحة اليوم قد وقع على المنشور الجديد المؤرخ في 14 جوية 2024 هذا المنشور الذي يهدف إلى تحديد القواعد العامة المطبقة في مجال التسجيل الأولي والتوجيه لحامل شهادة البكاروريا دورة 2024 فيه مستجدات كثيرة سأتطرق إليها ولكن قبل ذلك أود أن أتطرق إلى الشروط العامة التي ينبغي للطالب أن يعرفها وهي على ماذا يستند التوجيه يستند التوجيه نحو التعليم العالي والتكوين على أربع معايير أساسية وهي المعيير الأول وهو الشعبة ونتائج البكاروريا المحصر عليها لما نتكلم عن النتائج هي النتائج سواء المعدل العام الموزون المحسوب المعدل العام للبكاروريا أو المعدل الموزون المحسوب فهذه السنة سنعتمد على الحالتين الحالة المعدل الموزون المحسوب وكذلك بالإضافة إلى المعدل العام المعيير الثاني وهو الرغبات المعبر عنها من طرف حامل شهادة البكاروريا والمعيير الرابع الثالث وهو قدرة استيعاب المؤسسات الجامعية من البلاس بيداغوجيك وكذلك المعيير الرابع وهو الدواء الجغرافية فيه مستجدات أدرجناها جملة من التدابير تم إدرجها هذه السنة في المنشور الجديد أولا تنظيم زيارات افتراضية للمؤسسات الجامعية باستعمال تقنية فيديو تلات 360 درجة هذه كانت قد استحداثها واستبدلت بما يسمى بالأبواب المفتوحة على المؤسسات الجامعية يعني بدون التنقل الطالب إلى المؤسسة الجامعية سيزور افتراضيا المؤسسة رقميا ويتعرف على التخصص المتاحة على مستوى هذه المؤسسة ثانيا تعزيز الطابع الرقمي والتفاعل المنشور سأشرحه بعد قليل هذه النقطة بالإضافة إلى إضافة نسخة باللغة الأنجليزية لنسختين العربية والفرنسية أول مرة وإضافة كذلك جدول توضيحي لمعاني رموز مختلف مسارة التكوين كانت قبل في السنة الماضية كان في بعض المعاني التي يصعب يعني فهمها فسنة هذه أضفنا جدول جديد لتوضيح هذه المعاني معاني الرموز وكذلك أدرجنا التخصصات التي تضمنها جامعة التكوين المتواصل لأول مرة في المنشور كذلك المنشور الوزاري الجديد تم اعتماد بما يسمى برموز الاستجابة السريعة لكود كوير أولا فيه على الأقل ثلاث رموز قد أدرجناها داخل المنشور رمز الاستجابة السريع لبوابة حامل شهادة البكاروية الجديد سنتكلم كذلك على البوابة بالتفصيل ثانيا رمز الاستجابة السريع المخصص للتسجيلات الأولية وكذلك الإطلاع على نتائج التوجيه ورمز الاستجابة الثالث السريع وهو مخصص للتسجيلات النهائية كذلك بالنسبة للدعائم الرقمية التي أضفناها والتي سترافق حامل شهادة البكاروية الجديد تم تخصيص بوابة رقمية جديدة لأول مرة سنطرحها وتتضمن ثلاث منصات جديدة ثلاث تطبيقات ثلاث تطبيقات التطبيق الأول بما يستمع باكتشف فرصك للتوجيه بفضل الذكاء الاستيناعي هذه لأول مرة ينشأ هذا التطبيق وهو عبارة عن أداة للمساعدة على اتخاذ القرار من طرف الطالب على الشكل المحاكاة وهو أول منتوج لطلبة هذا التطبيق لطلبة المدرسة الوطنية العلية للذكاء الاستيناعي ثانياً تطبيق توجيهكم ويسمى باكتشف اكتشف مسارات تكوينك الممكنة وهو الصيغة التفاعلية للمنشور الوزاري ثالثاً هناك تطبيق كذلك جديد لأول مرة يعتمد وهو اكتشف المهن الموافقة للتكوين المختار وهو يساعد على معرفة سعيد طالب على معرفة المهن الموافقة تناسب التخصص لتناسب التخصص المختار بالإضافة إلى هذه المنصات أو التطبيقات هناك رزنما لمعرفة تواريخ التسجيلات سواء من الشق البيتاغوجي أو من الشق الخدمات كذلك هناك معلومات تخص بالخدمات الجامعية داخل هذا البوابة كالنقل والإيواء والإطعام إلى غير ذلك هذا هما الجديد لا تحدث طيب سيد علي شكري عن التخصصات التي تم استحداثها خلال هذه السنة الجامعية الجديدة هل تتماشى تخصصات الجامعية الجديدة مع كل ما يميز كل منطقة مع خصائص كل منطقة نعم هناك تخصصات جديدة تم تأهيلها هذه السنة سأقدمها أولا تعزيز شبكة المدارس العلية الوطنية لا سيما في مجال الإعلام الآلي وهو تخصص جديد بإنشاء المدرسة الوطنية العلية للأمن السبرياني هذه المدرسة جاءت بتنسيق مع تنسيق مع وزارة الدفاع الوطني مناصفة وبتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني وستفتح أبوابها إن شاء الله في سبتمبر القادم بالقطب التكنولوجي الجامعي سيدي عبدالله جميل ربما سيد علي شكري أن تستحدث هذه التخصصات وهذه المدارس العلية لمواكبة تطورات تكنولوجية التي يشهدها العالم بأكمله لكن ربما السؤال هل تتوفر الجزائر على الإمكانيات المادية والبشرية لمرافقة هذه التخصصات والمدارس العلية نعم هناك يعني فيه موارد بشرية مؤهلة وكذلك إمكانيات التي مناسبة التي ستساعد على مرافقة هذه التخصصات الجديدة بالإضافة إلى هذه المدرسة الجديدة تم تأهيل 32 عرض تكوين جديد في كل التخصصات خاصة في العلم والتكنولوجية فتح خمس عرض تكوين في تكنولوجيا التصنيع الصيارات وهذه ضمن شبكة بما تسمى الشبكة الموضوعاتية هنا الشبكة الموضوعاتية هي عبارة عن مجموعة من المؤسسات الجامعية من جامعات ومراكز جامعية ومدارس العلية وكذلك مراكز بحث بالإضافة إلى المؤسسات الاقتصادية هذا مجموعة من المؤسسات ستعمل معا لتكوين إطارات في تخصص المذكور تكنولوجيا تصنيع الصيارات في الليصانس وفي مسار المهندس نعطي مثال في الليصانس جامعة بومرداس جامعة باتناثنين برج بوري ريج وكذلك جامعة وهران للتكنولوجية العنوم التكنولوجية في مسار المهندس المدارس كل المدارس الوطنية الثلاثة للعليا المتعددة التقنيات بقسانطينا الجزائر العاصمة ووهران كذلك هناك لسانس جديدة تفتح لأول مرة وتدخل هي الأخرى في الاستراتيجية الوطنية للدولة الجزائرية وهذه الليسانس في هندسات النسيج الأول مرة ستفتح بجامعة غليزان هندسات النسيج التي تناسب في جامعة غليزان تطوير وتعزيز الصناعة النسيجية على مستوى غليزان نعم ربما نلاحظه من خلال هذه التخصصات الجديدة سيد علي الشكري وأنه هذه التخصصات ربما ستساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني بالطبع مثلا بصناعة النسيج بصناعة النسيج وكذلك بتكنولوجيا صناعة السيارات نعم سنكون إطارات كفاءة عالية في هذه التخصصات فيه كذلك بالنسبة للغات الأجنبية تم تأهيل هذه السنة بجامعة الجزائرين لسانس في اللغة الصينية نعم أما بالشهادات المزدوجة التي قد ذكرتها نعم يعني اعتماد التكوين في مسارين مختلفين بشهادتين جماعيتين بشهادتين جماعيتين بشهادت بكر واحدة يمكن للطالب أن يختار تخصصا أن يسجل في مسارين تكوينين مختلفين التوازي ويكمل المسار الجامعي ويتحصل بعد التكوين على شهادتين جامعتين سأعطي بعض الأمثلة إذا شئتي نعم تفضل بجامعة المسيلة تم تأهيل اقتصاد كمي مع الرياضيات التطبيقية جامعة المدية تم تأهيل قانون خاص ومالية وبجامعة بيجاية تم تأهيل هندسة معمارية مع المجتمع يعني في نفس الجامعة ممكن قسمين يكونوا الطلبة في مسارين مختلفين بشهادت بكرورية واحدة هذه داخل جامعة داخل مؤسسة واحدة يعني الشرط ربما هو أن تكون هو أن يكون تخصصين في جامعة واحدة لا هذا كمثال ولكن كين هناك كذلك جامعتين يضمنان هذه الشهادة المزوجة نعطيك مثال جامعة الجزائر واحد وجامعة الجزائر ثلاثة في نمذجة رياضية نمذجة رياضية للمساعدة لاتخاذ القرار كتخصص ومالية كتخصص آخر في نهاية المطاف سيتحصل الطالب على لصانس في نمذجة رياضية للمساعدة لاتخاذ القرار وكذلك اللصانس في المالية تضمنها جامعتين هناك كذلك عرض تكوين يضمنه عدة أقطاب قطبين مثال قطب القليعة المتمثل في مدرسة الدراسات العلية للتجارة وقطب التكنولوجي سيدي عبدالله ممثلا في المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والمدرسة الوطنية العلية لرياضيات سيضمناني تكوين مزدوج شهادة مزدوجة بما يسمى إدارة الأعمال للمهندسين ربما في السنوات الجامعية المقبلة هل هناك استراتيجية لإدراج تخصصات أخرى؟ هناك تخصصات أخرى سندرجها كذلك لأول مرة في الطب الشهادات المزدوجة طبيب بشهادتين جامعتين لأول مرة يتم تأهيلها ابتداء من سبتمبر المقبل إن شاء الله نعطيك مثال بجامعة عنابا باتنا 2 ورقلا وصطيف 1 وبيجايا سيتم التكوين في الطب والبيانات الضخمة كذلك في جامعة بيجايا الطب مع الذكاء الاصطناعي يعني الطالب يتكون في الطب وكذلك يتكون في الذكاء الاصطناعي جامعة الجزائر 1 تكون الطب مع بيوء معلومتية قسنطينة 3 صطيف 1 وورقلا سيكونوا طلبة في الطب واقتصاد الصحة وأخيرا جامعة تليمسان ستكون مسارين في الطب وعلم النفس الطبي هذه الشهادات المزوجة هي في الحقيقة تحضير الطبيب بما يسمى الطب الغد وسيكون الطبيب له مؤهلات أخرى كفات أخرى في تخصصات أخرى بالإضافة إلى تخصصه الأصلي وهو تخصص الطب خاصة فيما يتعلق بالطب وذكاء الاصطناعي طيب ربما نتكلم ونعود للحديث حول مسار الرقمنة هناك جهود كبيرة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السنوات الأخيرة الماضية لاستكمال ربما مسار الرقمنة من خلال التطبيقات المتاحة والمتوفرة التي تقدم خدمات لطالب الجزائري نعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد خطط خطوات عملاقة في مجال الرقمنة على سبيل المثال بالنسبة للتسجيلات الجامعية كل مراحل التسجيلات ابتداء من التسجيل الأولي مرورا بالتأكيد التسجيلات إلى غاية المعالجة والتسجيل النهائي إلى آخر مرحلة من المراحل التسجيلات كلها ستكون رقمية عبر الخط صفر ورق وبدون استعمال أي نمط ورقي نعم جميل طيب سيد علي شكر المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي شكرا جزيلا لك على كل ما قدمته لنا وعلى كل المعلومات التي قدمتها أيضا شكرا لك أيضا ونشاهدنا الآن